موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تقص الحقائق وهي الحلقة الثانية تحت عنوان التوزيع القبائلي في الدولة منذ اندلاع الأزمة في 2011 والسلطة تشتغل على إعادة استيراد خطاب الشرعية القبائلية إلا أن هناك ما هو أبعد من صور البيانات التي تمضي عليها أسماء لقبائل وعوائل السلطة من فكت منذ نشأة الدولة الحديثة في البحرين ولغاية اليوم تلجأ إلى استعمال الشرعية القبائلية في مواجهة أزمة المشروعية الشعبية في هذه الحلقة سوف نستعرض كيف أن السلطة أعادت إنتاج التمييز العرقي والقبائل في الدولة منذ الاستقلال ولغاية اللحظة نشاهد هذه الصوتية ثم نكمل الخطاب القبائلي في مواجهة التحديث السياسي ليس صحيحاً أن الهويات الفرعية في البحرين لا تترك تأثيرها في الطابعين الإداري والتنظيمي للدولة صحيح أن الخطاب العام للمجتمع المدني يرتكز على رفض التمييز عرقياً وقبائلياً ومناطقياً إلا أن إحدى السياسات الاستراتيجية للعائلة الحاكمة كانت المحافظة على التوازن دقيق في توزيع المناصب الوزارية والإدارية على أفراد من عوائل وقبائل موالية لها ولا أن تمن وخصوصاً بعد اندلاع الأزمة السياسية في عام 2011 إذ أعادت الدولة استحضار الخطاب القبائلي بقوة في المشهد السياسي كأحدى وسائل مواجهة مناهضة جدلية الشرعية الشعبية من خلال تأكيد متانة الشرعية القبائلية وهنا يحضر التأكيد أن دستور عام 2002 هو دستور منحة وليس دستوراً تعقدياً بل صدر وفق إرادة منفردة لذلك فإن تركيبة مجلس الوزراء ليست بعيدة عن هذه النمطية في التوزيع والمحاصصة من حيث الشكل فإن تركيبة مجلس الوزراء الحالي ما زالت تحافظ على نسبة 34% لعائلة الحاكمة الخليفة في الوزرات وهي التالية رئاسة الوزراء ثلاثة نواب لرئيس الوزراء أربع حقائب وزارية هي وزارة الداخلية وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزارة النفط أما القبائل والعوائل الموالية فمخصص لها التالي نائب لرئيس الوزراء عائلة العريض وزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني قبيلة الزياني وزارة التربية والتعليم منذ 19 سنة يترأسها الشخص نفسه وزارة شؤون الدفاع قبيلة النعيمي وزارة شؤون مجلس الشورى والنواب قبيلة البعينين وزارة مجلس الوزراء قبيلة المطوع الجدير ذكره أنه في عام 1980 صدر عن عالم الأنثروبولوجيا اللبناني فؤاد إسحاقوري كتاب قيم اسمه القبيلة والدولة في البحرين تطور نظام السلطة وممارستها وهو دراسة ميدانية اشتغل عليها خلال عامي 1974 و1975 أي بعد ثلاث سنوات على استقلال البحرين وتحول الكتاب بعد صدوره إلى أحد أهم المراجع الأساسية التي يعود إليها الباحثون في الدراسات السياسية والاجتماعية بشأن البحرين بينما ما زال ممنوعا من دخول البحرين حتى اليوم هذا الكتاب قدم خلاصة في غاية الأهمية بشأن الإشكاليات المتعلقة ببناء الدولة في البحرين استنتج منها أن تجربة البحرين أثبتت أن القبيلة في الحكم قد تتبنى كثيرا من الأمور التحديثية في المجتمع كالمشاريع الاستعمارية وبرامج الإنعاش والإنماء ولكنها ترفض التحديث السياسي كالتمثيل الشعبي والقانون المدني الموحد أهلا مجددا طبعا مشكلة التمييز العرقي والقبائلي والاتحاد عموما هي مشكلة لطالما تناولتها تقارير المؤسسات الحقوقية أو الجمعيات السياسية والقوى السياسية السلطة لديها هذه المشكلة في مواجهة حق المواطنة يعني ما الذي دفعها إلى تهميش الحق السياسي بهذه الصورة ولذلك لجأت من أجل تكريس حالة تهميش الحق السياسي إلى الاستعانة بالروافع روافع التي تريد من خلالها مواجهة الأزمة السياسية وما يتعلق بالشرعية والمشروعية والأزمة الدستورية وغير ذلك ونتيجة لهذا الاستعمال أحد الأدوات هو التمييز القبائلي الآن كل ما كانت تروج له السلطة من أنها تقف ضد التمييز القبائلي تفنده لغة العرقام في هذه الحلقة سوف نستعرض التحليل الرقمي للتعيينات التي طالت القبائل المتحالفة والعوائل الموالية للسلطة منذ سنة 1970 ولغاية سنة 2021 أولا طبعا عملية فرز التعيينات هي لم تكن عملية يعني عادية فيها جهد في الحقيقة نحن نتحدث عن فرز أكثر من 500 تعيين وهذه التعيينات كانت تصدر إما بمراسيم أميرية أو ملكية أو قرار لمجلس الوزراء وغير ذلك سوف أستعرض هذه النسب وسوف تشاهدون على الشاشة ما يتعلق بالتوزيع الرقمي الذي سوف نقدم له تحليلا في مسألة التعيينات العامة سوف أبدأ بقبيلة الدوسري عائلة الدوسري بلغت نسبة التعيينات لأفرادها في المناصب العليا منذ سنة 1970 لغاية 2021 37 أما المناصب العامة فكانت 118 بما هو حسب النسب المئوية التالية أولا في نسبة المناصب العليا من المناصب العامة التي حصلت عليها عائلة الدوسري إجمالا ما بين 1970 لغاية 2021 بلغ 31.36% أما في نسبة حصول عائلة الدوسري لمناصب عليا في الدولة فقد كانت 16.67% أما في نسبة المناصب العامة للعائلة قياسا ببقية العوائل في هذه المدة الزمنية فقد كانت 20.42% هذه هي المناصب التي حصلت عليها عائلة الدوسري خلال هذه الفترة الزمنية والتي تنوعت بين رئيس لديوان الأميري في 1971 أو مدير لإدارة المواصلات والصيانة في وزارة الإسكان والبلديات أو مدير لإدارة الطفولة وأنشطة الفتيات مدير لإدارة التظلمات والشكاوى بالديوان الأميري رئيس للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى المملكة العربية السعودية أعضاء في لجان الاقتراع والفرز الانتخاب أعضاء المجالس البلدية قاضي بالمحكمة الصغرى الشرعية في 2 مارس 2005 9 يوليو 2005 رئيس نيابة من الفئة ألف مستشار لوزير الديوان الملكي لشؤون المجتمع في 28 يناير 2006 ثلاثة مدراء في وزارة الداخلية في 7 مايو 2006 في قرار صادر من مجلس الوزراء تم تعيين ثلاثة مدراء في وزارة الداخلية من عائلة الدوسري في هذا التاريخ أيضا في مدير لإدارة العلاقات التجارية الخارجية 31 مايو 4 مايو 2008 مساعد نيابة بالنيابة العامة عبد الله عيسى جبر الدوسري ثم في 25 يونيو 2009 وكيلا للنائب العام أيضا تعيينات أخرى في وزارة الداخلية وهي خمس تعيينات في 27 يناير 2010 لخمسة مدراء في وزارة الداخلية بعد ذلك يعين عبد الله الدوسري عضوا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 25 أبريل 2010 وما بين 2011 إلى 2021 طبعا عدد المناصب إجمالا العامة والعليا 65 توزعت في وزارة العمل ووزارة الداخلية وإدارة الهيئات والمراكز الشبابية المحكمة الكبرى المدنية وكيل مساعد للتجارة الخارجية وزارة الصناعة والتجارة وأيضا في وزارة الداخلية مدير في وزارة الداخلية 11 مارس 2015 كما تلاحظون في المؤسسات القضائية والأمنية وفي الدبلوماسية والتجارية كان هناك هذا التوزيع وأؤكد نحن لسنا ضد التعيين على مبدأ الكفاءة نحن ضد التمييز الأرقي والقبائل ماذا تعني هذه الأرقام وهذا نموذج والآن سوف أولد أيضا نماذج أخرى لدينا على سبيل المثال عائلة الجلاهمة والتي كانت كانت نسبة المناصب التي حصلت عليها ما بين 1970 لغاية 2021 نسبة نسبة المناصب العليا من المناصب العامة كانت 29.63 قياسا ب بقية العوائل أما بقية النسب سوف تشاهدونها على الشاشة توزعت طبعا المناصب ما بين يعني من 1970 لـ 1990 الهيئة البلدية المركزية مجلس أموال القاصرين لجنة التوثيق في منازعات عقود بيع الأراضي بعد ذلك من 1990 إلى 2000 توزعت ما بين ضباط في قوة دفاع البحرين برتبة ملازم أو عضو في مجلس الشورى أو وكيل وزارة مساعد لمشاريع البناء والصناعة ووكيل وزارة مساعد للطرق والمجاري في وزارة الأشغال والكهرباء والماء وفق مرسوم أميري ومن 2001 إلى 2010 كان هناك سبعة مناصب توزعت ما بين مدير عام لبلدية المحرق رئيس ديوان الرقابة المالية أمين عام مساعد المجلس العلال الشؤون الإسلامية مدير في وزارة الداخلية وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة أمين عام مساعد بالمجلس العلال للشؤون الإسلامية وكيل وزارة الإسكان أضف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما بين 2011 إلى 2021 أيضا توزعت المناصب ما بين وزارة الدفاع أو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو مجلس إدارة شركة توسعة غاز البحرين الوطنية مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكيل نيابة عامة بدرجة قاضي في المحكمة الكبرى ختاما عينة فرد من عائلة الجلاهمة سفيرا للبحرين في فلسطين المحتل ولكن ليس لدى الشعب الفلسطيني وإنما لدى كيان الاحتلال فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد طبعا لضيق الوقت لن أتمكن من استعراض التعينات لكل القضاء التي هي ضمن عينة الدراسة ولكن سوف تشاهدون على الشاشة الاستعراض العام لبعض القبائل وما نالته من نسب التعينات في المناصب العليا والمناصب العامة عموما منذ سنة 1970 لغاية 2021 أيضا لدينا فيما يتعلق بالتعينات على سبيل المثال عائلة البوعينين التي حصلت من سنة 1990 طبعا اللافت أني لم أحصل على تعيين في المناصب العليا عائلة البوعينين قبل 1990 من 1990 من 1990 إلى 2000 عدد المناصب عموما سبعة ومن 2001 إلى 2010 ومن 2011 إلى 2021 ومن 2011 إلى 34 منصب صدروا إما بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء أو عبر مراسيم صادرة عن الملك وتبلغ نسبة المناصب العليا قياسا بالمناصب العامة التي حصلت عليها عائلة البوعينين من 1970 لغاية 2021 هذا كان هو اللافت 60% نحن نتحدث عن 60% من نسبة المناصب العليا من المناصب العامة التي حصلت عليها العائلة إجمالا يعني بقية المناصب كانت 40% هي مناصب عامة وليست مناصب عليا ونحن هنا نتحدث عن يعني إما تعينات للقضاء أو مدراء في وزارة الداخلية أو وكيل في المحكمة الكبرى الشرعية أو المحكمة الكبرى المدنية ومدير عام لمديرية شرطة المحافظة الوسطى عضو بالمجلس العليا للشؤون الإسلامية رئيس نيابة وكيل للنائب العام وغيرها من المناصب التي حصلت عليها عائلة البوعينين في هذه الفترة أيضا من ضمن الإحصائيات ما يتعلق بعائلة العريض عائلة العريض من 1970 لغاية 2021 عدد المناصب كان محدودا 70 منصب عام و26 منصب من المناصب العليا بما نسبته 37.14 لنسبة المناصب العليا من المناصب العامة التي حصلت عليها عائلة العريض إجمالا لدينا أيضا عائلة الزياني حصلت من 1970 لغاية سنة 2021 على 25 منصب من المناصب العليا و69 من المناصب العامة نسبة المناصب العليا قياسا بالمناصب العامة إجمالا هي 36.23% أما نسبة المناصب العليا قياسا ببقية العوائل خلال هذه المدة الزمنية فهي كانت 11.26% كما تشاهدون في الشاشة أما عائلة الذوادي قد حصلت من سنة 1970 لغاية 2021 على 15 منصب من المناصب العليا و58 منصب من المناصب العامة نسبة المناصب العليا من المناصب العامة التي حصلت عليها العائلة إجمالا هي 25.86% توزعت ما بين وكيل مساعد لشؤون الصناعة بوزارة التنمية وكيل مساعد للثقافة والتراث الوطني قضاءة قاضي في المحكمة الصغرى المدنية قاضي في المحكمة الشرعية مدير بالوكالة لإدارة التراخص اللاسلكية والترددات والرقابة ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزارة رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية مصر العربية مدير بالوكالة لإدارة الرقابة الإدارية وكيل مساعد للموارد البشرية والمالية في وزارة الإعلام ومدير في وزارة الداخلية في 17 يناير 2011 هذا هو اللافت مسألة التعينات الأمنية لا تكاد تمر علينا ضمن هذا التحليل الرقمية عينة معينة إلا ما يندر أن تكون هناك تعينات في الجهاز الأمني أما عائلة المعاودة فمن سنة 1970 لغاية 2021 حصلوا في المناصب العليا 21 منصب المناصب العامة 43 نسبة المناصب العليا من المناصب العامة التي حصلت عليها عائلة المعاودة إجمالا هي 48.84% أما نسبة المناصب العليا للعائلة قياسا ببقية العوائل خلال هذه المدة الزمنية لعائلة المعاودة فقد كانت 9.46% أما المناصب العليا أما المناصب العامة قياسا ببقية العوائل فقد كانت نسبتها 7.44% إذن المناصب العليا لعائلة المعاودة كانت أعلى قليلا من نسبة المناصب العامة ولدينا أيضا عائلة البن علي التي حصلت من 1079 لغاية 2021 على تسعة مناصب عليا و38 منصبا عاما ونسبة المناصب العلية التي حصلت عليها العائلة قياسا بالمناصب العامة 23.68% أرقام التمييز القبائل كثيرة ومتعددة وهي تجتاح مختلف مؤسسات الدولة مختلف المؤسسات لا توجد مؤسسة وزارية في الدولة أو أمنية أي أن تكون لا يطالها مسألة تمرير مفهوم الولاء القبائلي والتمييز القبائلي هذه الأرقام التي نستعرضها الآن في هذه الحلقة هي نموذج للتوزيع القبائلي الذي لجأت إليه الدولة في المناصب العليا والمناصب العامة وهي مثبتة ولا تستطيع إنكارها السلطة لماذا لماذا لا زالت السلطة تعتمد على معايير الولاء السياسي في التعينات لماذا ما زالت فكرة حق المواطنة مهمشة لماذا ما زال الحق السياسي عرض للنهب والاستبداد والتقويت لماذا ما زالت كل هذه الحقوق والحريات التي تصدح بها مؤسسات الدولة ليل نهار وتنقل شاشات تلفزيون البحرين كيف أن الحكومة ترفع شعارات ومبادئ حقوق الإنسان في حين أن التمييز ينخر في مختلف الوزارات والمؤسسات إنها عقدة التمييز القبائلي التي لم تشفى منها الدولة لغاية اللحظة ليس منذ صدور كتاب الدكتور فؤاد اسحاب خوري بل منذ نشأة الدولة ولغاية اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر